في بريطانيا في طفل اسمه جو ويل عنده تسع سنين بيحب هواية الرسم كل ما بيشوف اي حيطة جدار بيقعد يرسم عليه المدرسة دايقت جدا من تصرفاته وعقبة الولد سوشيال ميديا عرفت هناك وكانت النتيجة ان واحد من اكبر مطاعم بريطانيا اتفق مع الولد واهله ان يرسم لهم ديكور المطعم بالرسومات بتاعته بعدها مباشرة جالوا عقدة من نايك واتفقوا معاه على ان يرسم لهم الرسومات بتاعته على المنتجات بتاعت شركة نايك العالمية واستغل المطعم وشركة نايك موهبة الولد في عمل دعاية ليهم في نحية تانية من الكوكب في مصر بطلتنا الجميلة جانا محمود اللي بتحب لعبة الجنباز وبتشترك في بطولة العالم حاليا خرجت ونزلت صورة ليها أثناء مشاركتها في البطولة بنوتا جميلة والدها ووالدتها استثمروا فيها في الرياضة لشان يبعدوها عن أي حاجة ممكن تضرها دخل أصحاب الفكر المتطرف والدلويش يغلطوا فيها وفي باباها ويقولوا معقولة أبوكي اسمه محمود شوفوا المواهب بتاعتنا بيتغلط فيها وبنتهمها اتهامات باطلة موهبة زي دي لازم نرعاها لأنها بتحقق بطولات لمصر وبترفع مكانتها وشأنها لكن احنا عندنا ناس متطرفة الفكر لو جانا محمود خدت بعضها وهربت من مصر لأي دولة أوروبية بتحترم الرياضة دي وبتحترم الإنسان واختياره الناس هتقيم عليها الحد والأقلام كلها هتنال منها إزاي هربت ولو راحت تلعب باسم دولة عربية أخرى نفس الأمر إحنا ليه بنعمل في المواهب اللي عندنا كده ليه بنضيعهم ليه ما بنحترمش اختيار الإنسان اللي مش عاجبه حاجة ما يعملهاش لكن ما يتدخلش في حياة غيره وده الفرق بين الغرب والدول اللي بتحترم الحريات وحقوق الإنسان وبين دول سيطر عليها فكر التطرف والغلو وبقى الدول بغيضة الناس بتطفش منها علشان تعيش حياتها باختيارها وقرارها أشوفكم على خير